يا هلا والله رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام ويلا ما اطول عليكم خلونا نبدأ تقول صاحبة القصة انا بنت عمري عشرين سنة وحيدة امي وابوي ما عندي اخوان ولا اخوات كنت دلوعة اهلي طبعا اهل امي ناس مرتاحين وحالتهم المادية عالي العان واهل ابوي يعني مو ذاك الزوت ابوي كان يحبني بشكل لا يوصف يعشك طاري اسمي وهو اللي رفض يخلف بعدي من كثر حبه لي امي كانت ما اعرف ما تحبني او تستخدمني كطعم لتغيض ابوي في كل مشكلة تحصل بينهم تضربني عشان تقهر ابوي وابوي يعصب عليها اكثر وياخذني معه كانوا يحبوا بعضهم رغم المشاكل والاشياء اللي تحصل طبعا كان عمري 14 سنة وممنوع اروح عن صديقاتي في مرة عزمتني صديقتي وقعدت ازن وابكي عند امي تخليني اروح ما اعرف وش خلى امي توافق رحت وقعدت تذاكر انا وصحبتي وام صحبتي اصرت اني اجل مرة ثانية انا وامي هم ناس طيبين جدا فرحت انا وامي وصديقتها دي هي كل البلاء انا كنت في غرفة صديقتي طول الوقت انا وهي نتكلم مو عارفة بالمصيبة اللي رح تحصل رجعنا البيت في ذاك الاسبوع بعد ما رحنا عند صديقتي اشوف امي تصرف فلوس كثير اشترت لي جوال جديد اشترت لي ملابس من كل شيء وابوي مكان موجود كان مسافر سفر شغل كانت امي تقعد تشتري اشياء كثيرة لصديقتها وانا مستغربة جاء ابوي كلمته سألها من وين الفلوس قالت انها حق صديقتها تبت اشتري اقل وجابت مبلغ لها طبعا طبعا ما صدقناها في يوم ابوي جالس مع اصدقائه يجو اشخاص وياخدوه ليش كيف معارفين طبعا في نفس الوقت ران جوال امي رقم غير موجود الصدمة انه المتصل ابو صحبتي يقول لها انها سرقت من بيته مية الف ريال سعودي ذا المبلغ عندنا شيء كبير انصدمت ما استوعبت ابوي اخذوه الامن الخاص ولا ذنبه شيء المشكلة امي ما قبلت خطأها قالت انه انا اللي اخذتها وحطيتها في شنطتي ابو صحبتي كان انسان محترم رحت مرة بعد ما اعطيته المبلغ اللي كان عند امي وطبعا كان ناقصه اصرت صديقة امي انها تروح معي علشان تجد له عقد الارض تبعها هي كذابة راحت بس تحرضه الرجال فيه سكر فرفع يده عليها انا من الخوف هربت يعني بنت في سني ما تقدر تتحمل الموقف من بعد ذا الشيء امي وصديقتها طلعوا علي كلام اني مش بنت وانه ابو صديقة تسوي فيه شيء امي من كثر ما هي مسترخصة لي قالت للضابط ازوجك بنتي وتخرجنا من هنا ومصرى انه انا اللي اخذت الفلوس واني انا مش بنت اجوا خوالي واخدوانا طبعا خوالي كلام ما احب الا واحد منهم مسكين ويحبني طبعا امي انضربت بس خطأها ما تتحمل ومصرى انها ما لها ذنب باعوا بعض من املاكهم وسددوا بقية المبلغ خالي خلاني عنده لحد ما يجي عمي ياخذني اخذني عمي غصبا طبعا ما كان وده فيني كان معارض اني ابقى عنده رحت عن جدتي اللي ما تحبني ولا احبها خرج ابوي من الامن خلوه يطلق امي ما قعت فترة وانحبس بسببها بسبب الديون اللي عليها انا بقيت وحدي عن جدتي واهل عم الكبير طبعا جدتي رحت عندها على طول راحت تسويه لفحص هل انا بنت او لا الدكتورات قالوا ما في شيء بس هي مصرى اني مو بنت قالت ان الدكتورات يكذبوا عم الكبير كان في محافظة اخرى فقالوا بنروح عنده طبعا كان معه شرط اني اقعد عنده بس ما اتزوج ولا واحد من اولاده سافرنا عنده كنت منهارة حالة النفسية تعبانة حاولت انتحر استغفروا الله بس ما فات كنت اكرههم كلهم زوجة عمتي سوت مشاكل كثير عشان تخرجني انا وجدتي من البيت سوينا لنا ملحق خارج وسكننا كنت اسمع كلام جارح ويسرقوني على طول عيال عمي حبابين الكبير يحبني كأني وحدة من خواته يشتريه لي كل شيء بنفسي ولا يقصر معي الصغير كان يحبني واللي مو عارفت له انه تقدم لي عند ابوي ثلاث مرات وابوي رافض طبعا ابوي خرج من السجن وسافر عندنا زوجة عمي كانت تحرض ولدها علي ما اعرف وش كانت تقوله بس مرة خرج وضربني ضرب مبرح كنت استحمل وابكي في حضن ابوي وابوي ما كان بيده شيء حاول يشتغل نخرج لوحدنا ما قدر منتعم الكبير تزوجت وولد عم الكبير تزوج بعد سنة وستة شهور من زواجه بنت عمي جابت لي عريص صديق زوجها كانت تحاول تخرجني من الجحيم اللي اعيشه كان عمر ستعشر سنة جاء وشافني نظرة شريعية لو اقولي انه شفت فيه نجاتي محد يصدقني شفت فيه الحب والحنان من عيونه عمي رفض ان الخطبة يتم بسرعة قال لما ادخل السباطعش جاء خطبني وبعد ستة شهر ملكنا مش قادر اوصف كمية الفرحة اللي عشتها كأنه جاء من ربي يطبطب على قلبي بعد اربع اشهر تزوجنا طبعا يوم زواجي كنت طائرة من الفرحة انقذ مثل الارنب ولا اعطيت اي احد اهمية خلصنا العرس وروحنا الفندق انا وهو كانت ليلة عن السنين المرة طبعا امه واخته صاروا دول قلبي عسل وحبوبين حكيت له باللي عشت فيه وتقبل كل شيء ولا قد سمعت منه كلمة اهانة الان خلصت السنة الثالثة وانا الحمد لله اشكر الله على وجوده في حياتي طبعا خلاني ادرس واشتغل واعتمد على نفسي ما يخليني اروح بيت عمي وعين جدتي الا في المناسبات يطبطب على قلبي من اي شي وجاني والحمد لله انه موجود في حياتي العبرة من قصتي انه الامهات مو كلهم مثاليات انا احب امي بس ما اريدها في حياتي من جد مو كل الاهل المؤهلين انهم يجيبوا اولاد بس عوض الله جميل شوفي كيف صبرتي والله عوضك بشخص يحبك ويصوني وبس والله انتهت قصتنا لليوم اتمنى تكونوا استفدتوا حال